15 عاماً وعدة أشهر والملامح اليومية للعراق على كافة الصعود تدلل على ظلال الغزو الأمريكي السلبية أفقدته الهدوء والاستقرار الداخلي وصار يشهد نزاعات مختلفة بعد تفكك القوات الأمنية وحل الجيش العراقي بقرار أمريكي حيث تشير التقارير والبيانات الصادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية أن العراق لم يتوقف عن دفع فاتورة الغزو بسقوط ضحايا بشكل يومي إضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية فيه فعلى الصعيد المدني وثقت التقارير الدولية مقتل أكثر من مليون عراقي منذ العام 2003 كما أن الغزو حول العراق إلى بيئة الأمراض والأوبئة إذ تسبب القصف المكثف بآلاف الأطنان من القنابل بحصول أكثر من 60 مرضاً وبائياً بحسب منظمة الصحة العالمية مئات العلماء النوويين والطيارين تم تصفيتهم على يد نور المالكي الذي زود الموسادة الصيونية والنظام الإيراني بمعلومات أدت إلى تصفيتهم بحسب وثائق سرية مسربة من موقع ويكيليكس فضلاً عن الألاف الذين هجروا في خضم سياسة ممنهجة لاستهداف أصحاب العقول والكفاءات وعلى الصعيد الاقتصادي فأن العراق لم ينتفع من الميزانيات التي وصفت أرقامها بالانفجارية نتيجة الفساد الذي جعل العراق في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية الفساد الحكومي وبسبب ذلك بقيت مؤشرات الفقر والصحة والتعليم تؤكد حداراً في قراءاتها السنوية فالنظام التعليم في العراق الذي كان واحداً من أفضل النظم بالمنطقة في ثمانينيات القرن الماضي وصل إلى دراجة كبيرة إذ تجاوزت نسبة الأمية حالياً 40% بحسب بيانات حكومية رسمية أما معدل الفقر فقد تجاوز 53% وهو أعلى معدل تصل إليه البلاد منذ نحو 100 عام وعلى الصعيد الاجتماعي فقد أسهم الغزو في تدمير القيم المجتمعية للعراق إذ أغرق العراق بالمخدرات التي أثرت بشكل مباشر على فئة الشباب ما زاد من عملية الانتحار في أوساطهم يضاف إلى ذلك كله التفكك الأمني الذي ساهم في ظهور عشرات الميليشيات والمجامع المسلحة التي ساهمت في بث الكراهية والنزاعات الطائفية وكان لغى الدور البارز في عمليات تهجير ممنهجة فضلاً عن عمليات إخفاء قسري غيبت أكثر من مليون عراقي بحسب منظمة هيومن رايتس ووش ترجمة نانسي قنقر